عادت أندريسا أوراك لظهور أمام الكاميرا لاستعراض جسمها ووجهها الذين كان سبباً في شهرتها بعدما خضعت لعمليات تجميلية تقول أوراك إنها خضعت لأكثر من عشر عمليات منها لأنفها وعظام خدها وفكها وحقنت شفتيها عدة مرات كما أنها غيرت مظهر ثدييها مرتين وخضعت لعملية شفط الدهون مرتين وأما في الصور قبل العمليات تظهر أندريسا وهي نحيلة بعد أن وضعت طفلاً في بداية شبابها تنافست في مسابقة صاحبة أفضل مؤخرة التي يجرى تنظيمها في البرازيل عام 2012 ولكن كل هذه العمليات أوشكت على قتلها ففي نوفمبر 22 الماضي عانت أندريسا من انتكاسة صحية بعد حقن فخذيها بمادة الهيدروجيل أدت إلى تهتك بأنسجتها ولا زالت تعمل على إزالة تلك المادة من فخذيها بعد شهرين من العملية ويقول الطبيب أن أندريسا حقنت بعشر أضعاف الكمية المسموح بها وبعد تلك الواقعة قالت الحكومة أنها لن تجدد الترخيص لمادة الهيدروجيل أما الآن فإن أندريسا تحذر من جانبها الناس من الغرور المفرط تقول أن الخضوع لعملية تجميلية لديها كان أمراً بسيطاً للغاية أرادت إزالة أحد أضلاعها ليبدو خسرها أقل حجماً وأنحف كما أنها أرادت قطع أصابع قدميها حتى تتمكن من ارتداء أحدية ذات مقاسات صغيرة وهي ليست الوحيدة التي تخضع لهذا النوع من جراحات التجميل ففي عام 2013 كان عدد العمليات الجراحية في البرازيل أكثر من أي بلد آخر مع تزايد الإقبال على جراحات تكبير الثديين والمؤخرة وأما أندريسا فيها تقول أنها لن تجري عملية تجميلية أخرى لكنها أيضاً ترفض في الوقت نفسه أن تعود إلى نفس شكلها السابق